نروح لقضية شغلت الرأي العام خلال الفترة اللي فاتت وهي قضية مقتل الطالب محمود البنة المعروفة اعلاميا باسم شهيد الشهامة النهاردة محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بالمنوفية أزدلت الستار على هذه القضية وقضت بمعاقبة المتهمين محمد أشرف عبدالغاني راجح ومصطفى ومحمد مصطفى الميهي وشهرته حماسة وإسلام عاطف رمضان عواد بالسجن لمدة 15 عام عن جميع الاتهمات وبمعاقبة المتهم إسلام إسماعيل عبدالحكيم بالسجن لمدة 5 سنوات عن جميع الاتهمات ومصادرة السلاح المضبوط خلونا نشوف هذا الفيديو لجزء من مرافعة أنيابة العامة للقضية وأهم الرسائل اللي تضمنتها هذه المرافعة سيد الرئيس عبرات السادة المستشارين تطفق علماء المسلمين على عدم جواز إقامة حد القتل على الأطفال غير البالغين وإن اختلفوا في سن البلوغ إن غابت أماراته فما بين قائل بأن الحد لا يقام على من لن يتم الثامنة عشر إلا قائل بجواز إقامته متى أتم الجان الخامسة عشرة من عمره اختلفت آراء علماء المسلمين في من يطبق عليه الحد من القاتلين ووافق القانون رأي الأولي فلم يجز عقاب من دون الثامنة عشرة بالإعدام وإن النيابة العامة طقف اليوم لا تخالف آراء لأئم ولا تطلب نقدا لميثاق دولي أبرمته الأمة إنما تطلب من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتنشد القائمين على تعديل النصوص والقوانين بالنظر في تشديد العقاب على كل قاتل من فئة المتهمين الباغي تبدأ وقائع الدعوة عندما غابت المبادئ والقيم وقلت عيد أولياء الأمور الهمم فانسلخوا من دورهم وتركوه لغيرهم في وقت زادت فيه وسائل محو الهوية وتربص فيه أعداء الأمة لتشويه فطراتها السوية فاستبدلت مجالس العلم بمجموعات السخرية والزمن وبات الأطفال يتعلمون من المنشورات على الحسابات وغد المراهقون يلهثون إلى مواقع التواصل للتعرف إلى الفتيات بغير ضابط ولا رابط ومن رحمه الله من مواقع التواصل وجد نفسه أمام أفلام باليات تساوي المجرمين بأصحاب البطولات فتاه الشباب والفتيات وضيع القيم الثابتات لا تحزنوا أهل الفقيد لا تحزنوا أهل الفقيد إنا إلى الله الرجعة وإنا لمصابكم نمحزونون ونسأل الله يشفي الوجعة نحسب نجلكم شهيد سعيد ساكنا جنة المأوى فلقونه يوم الطلاق شفيعا عند ربكم الأعلى هنيئا له جوار ربه نعم الجزاء والمثوى واليوم جئنا بقاتلي نجلكم إلى القضاة نرفع الدعوة فقمنا بيانها وبرهانها على كل من أضل وأغوى يا قضاة الحق يا قضاة الحق جئناكم بالأمانة اليوم نسعى فاقضوا جزاء وفاقة لكل قاتل في الأرض يسعى ما قصدنا إلا جزاء عادلة راجين حق أصحاب البلوة ويا قوم كلكم راعي وكلكم مسؤول لدى المولى فارعوا صغاركم فارعوا صغاركم قبل الوقوف بين يدي الله الأعلى